الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المصرين بنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فأحييكم في الوحدة الثانية في شرح مصطلح الحديث وأبدأ في هذه الوحدة بهذه الشريحة التذكيرية التي نتعود على رؤيتها في أول كل وحدة والتي تمثل لنا وتبين لنا وحدات هذا المقرر فالوحدة الأولى وقد مضى شرحوها والوحدة الثانية والتي سنشرحها إن شاء الله في محاضرتين ثم تأتي بعد ذلك بقية الوحدات تباعا الوحدة الثالثة ثم الوحدة الرابعة ثم الوحدة الخامسة ثم الوحدة السادسة ثم الوحدة السابعة وأخيرا الوحدة الثامنة الوحدة الثانية والتي معنا في هذا اليوم سوف نشرح فيها تعريفات أولية مهمة لطالب علم المصطلح هذه التعريفات سوف نشرحها يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام القسم الأول تعريفات متعلقة بعلم مصطلح الحديث فنعرف هذا العلم أولا ونبين موضوعه وثمرته ثم القسم الثاني وهو تعريف كلمة الحديث ومرادفاتها ونعرف فيها ثلاث كلمات الحديث، الخبر، الأثر وننظر في الترادف والتغاير فيما بينها ثم القسم الثالث وهو تعريفات متعلقة بكلمة الإسناد والمتن فنعرف كلمة الإسناد وكلمة السند وكلمة المتن وكلمة المسند أو المسند بكسر النون وفتحها ثم يأتينا بعد ذلك مجموعة من ألقاب المحدثين وهي القسم الرابع فنعرف أربعة من ألقابهم وهي المسند والمحدث والحافظ والحاكم أول هذه التعريفات التي سوف نبدأ في شرحها علم المصطلح وقد عرفه العلماء بقولهم هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والغد فهذه القواعد والإلمان بها ومعرفتها يعني يمكن عن طريقها معرفة أحوال السند وأحوال المتن والتي ترتب عليها بعد ذلك إما القبول وإما الرد لهذا الحديث موضوع علم المصطلح هو السند والمتن من حيث القبول والغد السند والمتن من حيث القبول والغد هذا كل الكواعد التي موجودة في علم المصطلح إما كواعد متعلقة بالسند وإما كواعد متعلقة بالمتن وإما كواعد متعلقة بكليهما ولكنها تبحث في هذين الأصلين وغايتها وموضوعها هو هل يقبل هذا السند المثل أم يرد ولذلك تكون ثمرته بعد ذلك هي تمييز ومعرفة الصحيح من السقيم من الأحاديث وهذه هي أجل الثمار والفوائد التي يجتنيها من تنابيع المصطلح الحديث وهناك فوائد أخرى غيرها لكن نقتصر على الثمرة الرئيسة والأساسية في هذا الباب بعد ذلك ندخل في القسم الثاني وهو تعريف كلمة الحديث الحديث في اللغة هو الجديد ويجمع على أحاديث على خلاف القياس وأما تعريفه الاستلاحي فهو ما أضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة فإذا أضيف القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الفعل أو التقرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقال له حديث أو كذلك ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من صفة سواء هذه الصفة خلقية في وصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم أو خلقية في وصف خلقه صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث التي تنسب النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا في المقصود منها نجد أنها بهذه الصورة إما أن تكون قول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ويضاف إليه وساعتنا أقسامه وإما أن يكون فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم يذكر وإما أن يكون فعل فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقره فيقال له تقرير وإما صفة خلقية أو خلقية هذا هو تعريف الحديث عندنا بعد ذلك كلمة الخبر وهي في اللغة بمعنى النبأ وجمعه أخبار اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال القول الأول أنه مرادف للحديث فيصبح ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تكرير أو صفة يقال له خبر ويقال له حديث القول الثاني أنه مغاير له فالحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما أضيف إلى غيره فالذي يضاف مثلا إلى الصحابة أو إلى التابعين يقال له خبر والذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حديث القول الثالث أنه ليس مغاير للكلمة الحديث وإنما أعم من كلمة الحديث بمعنى أن الحديث هو ما سبق تعريفه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأضيف إليه أما الخبر فهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره فيصبح بهذه الصورة أعم من كلمة الحديث الكلمة التي تليها أيضا وهي كلمة الأثر والأثر في اللغة هو البقية بقية الشيء أثر الشيء بقيته وفي الاصطلاح أيضا اختلف فيه على قولين فالقول الأول أنه مرادف للحديث فيصبح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقريب أن أصفه يقال له أثر ويقال له حديث القول الثاني أنه مغاير له وهو أنه أي الأثر ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال ويكون الحديث على هذا الأساس هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا هذا ما يتعلق بالجزء الأول من هذه التعريفات وسيأتنا الجزء الثاني إن شاء الله والله أعلم وصلى الله عنه بنا محمد